طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على ما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الدولة الأفغانية في الصورة التي لدينا هنا تذكير من قبل النشطاء داخل الدولة الأفغانية بأن الجيش الأوكراني كان يشارك في الغزو الأمريكي والاحتلال الأمريكي لأفغانستان تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلك الصورة لأفراد من الجيش الأوكراني لو تلاحظوا حضراتكم هذا الجندي الأوكراني يرتدي الزي العسكري وموضوع عليه عالم أوكرانيا اللونين الأزرق والأصفر ليدللوا بأن الجيش الأوكراني أيضا قام بإجرام كبير بحق أبناء الدولة الأفغانية وقاموا بمجازر أيضا بمساعدة الجيش الأمريكي بحق المدنيين في أفغانستان هؤلاء النشطاء أرادوا أن يذكروا الجميع بأن الحرب الآن التي تدور في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا ومن خلف أوكرانيا قطع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا بد عليهم أن يقفوا موقف الحياد ورأى النشطاء بأنهم تضرروا كثيرا من العدوان والاحتلال السوفيتي للأراضي الأفغانية وتضرروا أكثر أيضا من الاحتلال الأمريكي للدولة الأفغانية لذلك يرون من الضروري أن تقف الدولة الأفغانية موقف المحايد حتى وإن قامت بالفعل بتوجيه إدانة للعملية العسكرية الروسية ضد الدولة الأوكرانية واستهداف الروس للمدنيين وأن هناك بالفعل حال التعاطف من قبل الشعوب العالم الإسلامي مع المدنيين في أوكرانيا الذين يقصفون من جانب الطائرات الروسية إلا أن هذا الأمر لا يمنع أيضا نسيان تلك المجازر التي حدثت في الماضي من قبل جيوش تلك الدول وإن كان المدنيين قطعا لا زنب لهم نحن نتحدث عن أطفال عن نساء عن مدنيين يقتلوا في هذه الحروب والجميع قطعا متعاطف معهم لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تلك الصورة ليدللوا بالفعل على أن هناك حالة من الحقة اتجاه المسلمين من جانب تلك الجيوش اشتركوا في القناة